اشتركوا في القناة كلمة مرتبطة دايما بالصبر وهي الصبر الجميل استغربت ليه جميل هو فيه صبر مش جميل أو صبر وحش هنشوف حكاية الصبر مع ضفنا الشيخ أحمد الملكي النعمال أظهر الشريف أهلا بك يا شيخ الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك ويرزقنا وإياكم الصبر يا رب والفردوسة الأعلى من الجنة يا رب العالمية لا أمين يا روكات ماما عبلة الله يرحمه أحمد دايما تعلمني دعوة كده يا رب ما تحوجنا للصبر يعني ما ما يجناش بتلاء فنتحوج ان احنا نمسك في الصبر كده دايما بتعلمني الدعوة دي فاربنا ما حوجناش يعني للصبر وإذا جلنا بتلاء نصبر طبعا والله يرحمها وربنا احنا ما دعيناهش بقى ربنا يسترنا يا رب ربنا يسترنا سترا جميلا ويسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض ويرزقنا من حيثه لا نعلم ولا نحتسب الستر والصحة يا رب والرزق الحليل والفردوسة الأعلى ورضاكو ويجنة يا رب رب نهدي ولادنا وينجيهم وينجحهم يا رب اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد شوفي بقى هاعترض معك ممكن نعترض مع بعض اه انت قول براحتك انت عارف ان انا في دماغي ايه اللي في دماغي في دماغي يا شيخ أحمد لأ طبعا ازاي احنا نتعلم الله يحفظك يا رب اولا خلينا نعترف كده ان الدنيا هي ضار ابتلاق طبعا صحي كده اللي ايه وانا عندي الصبر لابد من الصبر وده امر من ربنا سبحانه وتعالى للعبد ركزي معي بقى عشان ده كان مهم جدا اللي انا هقوله ده مش هيطلع لأي حد تاني فالصبر ده لابد من احنا في ضار ابتلاق ولا مش في ضار ابتلاق طبعا وانت بتصلي فرض عليك الصلاة مش فرض عليك الصلاة طبعا وفرض عليك الصبر على الصلاة يبقى صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله عز وجل اللي انت تصبر فلا طاعة صي خلاص وتصبر على طاعة الله فتطيع امر الله عز وجل وصبر على الابتلاق يبقى الانسان مش هيخرج من حالة من التلاتة دول هاتيري حالة كده الانسان ممكن يخرج منها صبر على المعصية بيعمل معصية يا بيعمل طاعة يا اما الانسان ده مبتلا وفي كل الأحوال التلاتة دي الإنسان لابد أن يصبر يعني الصبر درجات يعني أو أنواع هو درجات فعلا يعني أئماتنا رضي الله عنه زي سيدنا شيخ الإسلام الإمام الهروي علي رحمة الله قسم الصبر ده درجات وفعلا كلامك صح بس أنا أتكلم على قضية إن إحنا محتاجين للصبر أيوة إحنا محتاجين للصبر والإنسان لا ينفك أبدا أيوة لا ينفك أبدا لابد من الصبر حتى الأنبياء يعني سيدنا يعقوب قال إيه فصبر جميل بعدما ضع مين ابنه فلذت كبده اللي هو سيدنا مين سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا وعلى الأنبياء جميعا صلوات الله وسلامه عليه فشوفي لما يكون سيدنا يعقوب يقول فصبر جميل ويتأسى نبينا عليه الصلاة والسلام بنبي الله يعقوب والله عز وجل يقول للنبي في أحلك الأوقات في أشد الأوقات يقول لي سيدنا النبي وهو رسول الله المؤيب بالوحي أفضل الخلق سيدنا النبي بل أفضل من الملائكة رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي أفضل من البشر ومن الإنس والجان بل ومن الملائكة سيدنا النبي بل أفضل من الحفظة اللي هو مين رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع ذلك سيدنا النبي في أشد الأوقات ربنا يقول له فاصبر صبرا جميل يقول له فاصبر صبرا جميل يؤذى صلى الله عليه وسلم يقول له فاصبر صبرا جميل يخرج من مكة ويقول له فاصبر صبرا جميل يعاني النبي صلى الله عليه وسلم في شعب أبي طالب ويقول له فاصبر صبرا جميل النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ يواجه الأزمات ويقول له فاصبر صبرا جميل وعلى فكرة الأمر ده للنبي صلى الله عليه وسلم هو أمر للأمة كلها بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام يا أمة اصبروا صبرا جميل اصبروا على الأزمات فاصبروا صبرا جميل وإنت في الحياة بتوجهك الصعاب فاصبر صبرا جميل على الألم فاصبر صبرا جميل وإحنا دايما رفعين شعار إياكم أن تمضوا في طريق اليأس فلا تمضوا في طريق اليأس فإن في الكون آمال ولا تتجه نحو الظلمات فإن في الأكوان شموس فاصبر صبرا جميل الصبر الجميل وعندي سبحان الله لما يجي أنظر إلى القرآن الكريم هللاقي كلمة الجميل جات مع الصبر فاصبر صبرا جميلة جات مع الهجر وهجرهم هجرا جميلة جات حتى مع الصفح فاصفح الصفحة الايه الجميل ايه ده يعني ايه وهجرهم هجرا جميلة خلاص يا اخي انت بعدت عنه وما لكش علاقة بيه اياك ان تؤذي هذا الانسان انت عدش تتكلم عليه متتبقاش بقى تغتابه هو ده الهجر الجميل اللي انت هجر بلاقسه بعد اذنك هجرته اسكت بعد اذنك ما بديك خلاص لا تسبه بعد اذنك مفيش غيبة بعد اذنك مفيش نميمة اللي هو ايه ده الهجر الجميل طيب والله فاصفح الصفحة الجميل اللي هو ايه الصفحة الجميل ده اللي انت يا اخي يقولك والله انا حصل خصمة بيني وما بيك وبعدين طب اصفح عنه وعفوته عنه خلاص يجي بعد تاني يوم يقوله فاكر فاكر ايه ما خلاص يعني الصفحة بلا عتاب ما ينفعش اللي انت تتكلم وتبدأ تعاتب الانسان ده مرة تانية خلاص انت عفوت لله وادم عفوت لله ما تعدش تتذكى ولذلك سبحان الله ربنا يقول والكاظمين الغيز درجة حلوة اوي ودرجة كبيرة جدا بس في النهاية الدرجة الاعلى اللي هو ايه ماهو كظم غيزه بس لسه هو جواه عاوز اطلع غيزي هو لما عد مع من اها عتبه فالربنا يروح ايه والكاظمين الغيز وبعدين يقول ايه ولا عافينا عن الناس العفو ده اللي هو ازالة الامر بالكلية مايبقاش فيه اثر حتى عشان كده سيدنا النبي اللي يقول للسيدة عائشة في ليلة القادر يقول لها قولي اللهم انك عفو انتو حبوا العفو فاعفوا ايه فاعفوا عنه واخد باي طيب يجي بقى على الصبر الجميل فاصبر صبرا جميلة اللي هو لا شكوى معه مش انت صبرت ما تشكيش لزيد وعبيت ولذلك قالوا لنا كده ايه واذا شكيت واذا شكوت الى ابن آدم شكاية فانما تشكر رحيم الى الذي لا يرحم فواحد قال طب واشكر بي اعمل زي سيدنا ماعقوب معنا قال انما اشكو بثي وحزني الى الله طب يعني الشكوى لربنا دي مش تنافي قال لك لا الشكوى لله لا تنافي الصبر الجميل طب ما ليه اللي ينافي الصبر الجميل الشكوى للبشر وللمخلوق نعم الحمد لله على كل شيء فنسأل الله ان يرزقنا الصغرة في الامر كله اللهم امين اه اولي امين بس ما اناقلت امين طي انا ما اقدرش قلل اي دوع لازم اقول امين وبقول اللهم اجعلنا عبيدة احسان لعبيدة متحقين يا رب يا رب يا رب ناخد بقى اول تليفون معنا استاذ علي اهلا وسهلا السلام عليكم عليكم السلام عليكم السلام اللي يا حضر سؤالي الحضور تفضوا الله يباريك فاهم السؤال اولي عن الوصحية انا كنت الحمد لله يتفضل لك ربنا موصع عجميع يعني فكنت بشارك مع زميل لي فهو الخيلي بيا السلام علي فهل ممكن لعشان الغلق والعجل دي انت عرفها دي فلوس الاوضحية دي ممكن تطلع يعني طلعها فلوس من غير من غير اوضحية ولا لازم اوضحياتك يعني كنت بتشاركه في ايه يعني ربنا كان بيوصع عجميع حاجة حاجة كبيرة كده يعني فكنا بيسرنا بالنص وكده طيب انت ممكن مثلا تجيب خروف الاثنين برضو مش هيكفي لانه وكتبات ولا السبع زي ما الشيخ احمد بيقولك هيرد عليك الشيخ احمد انا هرد على حضراتك حاضر يا فندي حاضر ربنا يتقبل منك يا رب رزقنا وياك طب السؤال التاني السؤال التاني بعد إذن حضراتك الوقت طبعا عنيش انا ممكن اخذ من وقتوك يعني زيئتين او ثلاثة كده فاضر فاضر يا فندي طبعا حكومة الدولات او البلد كلهم بيتكلموا على القانون لحوال الشخصية وإلى نفسهم السيدات طبعا هم اخوه الراس في كل مكان ما حد يشقدر يبحث حقهم في اي حاجة هل لو الزوج او الزوجة او اختلفوا مع بعض لو حد يحب يحاول يصلح ما بينهم هل ممكن الاب من حقه او الامة من حقها ام الزوجة او عب الزوجة يجي عشان يصلح انت تتوسط بيه تقوله تعالى اصلح يجي يقولها يلا بيتك نتخنقت وياخدها ويمشي يعمل ايه؟ ياخدها من البيت ويمشي وتحاولت معاها كذا محاولة على ان انا اروح لهم البيت ونقعد نحاول نصالح وواه الى اخره فالموضوع طول شوية وبعد ايو يعني معلش هو سبب المشكلة ايه؟ ما ديش اما المشاكل العائلية الخاصة بتاع كل بيت وزوج وزوجة ايو يعني ما هي المشاكل الخاصة لا لا ضرب ولا اهانة اه ما كنت لسه عايزة اسأل يعني لا 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 هي حضرتك عايزة تسيطر بس السيطرة بتاعتها يعني واخدها بادري اوي ما كل واحدة ممكن بتكون بسيطر في بيتها وزوجة بيسيبها تعمل لي عايزها ما في شخص كده بس في حاجات المفروض ان الزوج بياخد فيها قرار يعني هما لسه متجاوزين يعني قرية؟ لا متجاوزوا بعدين سنتين وربنا رزاهم ببنت و وهي من اول يوم عايزة تسيطر على بيتها؟ يعني وطلعت على اهلو حاجاتك واتكلمت عليهم فباباه بدل ما يحل اخدها ومشي؟ الله ينور على حضرتك خدها ومشي حاولنا نصلح ما بينهم او نسلح ونجيبهم ونروح لهم ونيجي وفي الاخر قال لي لأ نوضيها محاكم محاكم؟ اه ما هو الوقت تبقى فيه قانون احبال شخصية جديدة اللي بيطلع للزوجة والاقرو وكله بيتكلم دلوقتي على حتة يعني هوا دي حاجات لسه يعني نعم طيب تمام الشيخ احمد هيرد على حضرتك طيب اما بالنسبة للسؤال الاولاني اسأل الله عز وجل ان يرزقنا اياك وجميع المشاهدين يا رب العالمين اللهم امين وان يبارك لنا فيما رزقنا يا رب العالمين يا رب اهم حاجة البركة يعني طبعا يا رب من الجنيد دي ممكن تكفي بس يكون فيه بركة وفيه الرضا ودائما قالولنا كده علماءنا اهل المعرفة يقولوا ايه الكافي بكفاية المكتفي اكتفى فاشتفى وكننا لسن بك نقول لا مقدرش اقولها دي انا كأني مسمع تهيش انا فهمت معناها بس اه اه مستي يا شيخ احمد احنا كنا ليست بنقول ايه مديرا ان الرزق مش فلوس بس الرزق ده حاجات كتير جدا 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 الحمد لله الناس ما نبسش بس ايه على ال البسمة رزق حب الناس رزق سبحان الله الرضا نفسه بالحال ده رزق لا حاجات كتير اه صحيح الحمد لله طيب على ايات حال فانا الاصل يا جماعة عندما افرق الاضحية دي شعيرة ولا مش شعيرة لا دي شعيرة واما الصدقة فيها صدقة تطوع الاضحية بتاخد حاجتين اتنين من العبادات اراقة الدماء وهذا مقصود خلاص بالشرع الاسلامي الامر التاني قضية اللي انا بوزع في هذه صدقة المال صدقة بس المال صدقة بس فانا عند الاضحية جمعة بين اكتر من كم من عبادة كم؟ عبادتين على الاقل طب والصدقة المالية دي قد ايه؟ واحدة واحدة بس طيب انا كنت بجيب نص ودلوقتي الحاجة غالية جدا فانا محتاج اعمل ايه؟ فاقولك اشترك في الصبح اشترك في الصبح والباقي طلع فلوس للناس ممكن تجيب لحمة وبتاعي بقى انت عملت الاضحية الشعيرة والحاجة التانية اللي هو ايه؟ اللي انت تطلع الصدقة طب الاضحية واجب عليها؟ لا مش واجب عليك الاضحية في النهاية ايه؟ سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام السؤال التاني بقى السؤال التاني القرآن حكم ده ما قالش الاب والام عارف قال ايه؟ فابعثوا حكما من اهلي وحكم من اهليها ان يريد اصلاح يوافق الله بينه واحنا كنا بنعرف الحكمة دايما نقول الحكمة الراجل الحكيم بقى اللي هو هيطبع الحكمة فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي ربنا يهدي يعني وحاولوا طبعا ان هما يصلحوهم ده الاساس اكيد صبرين اهلا وسهلا ازاك يا سبت عام ازاك حبيبتي عاملة ايه؟ الحمد لله والله العظيمة انا بحب خالص متابعك من الزمان حبيبتي اهلا وسهلا الله يخليك انا ما عليش متوترة انا اول مرة اتكلم مع حضرتك ومع اي برنامج في التلفزيون لا يا حبيبتي نورتين اتفضدي الله يخليك اه بالنسبة لنا موضوع صبر انا جاي في محله اه انا متجوزة من سبعتاشر سنة وجوزي بمحبوس ليه ثلاث سنين ونف فمنتظرة وكمان قعدة ما بطلعش وما بدخلش اهله بي متحكمين فهو قرر بيطلع فعندي حساس انه لما يطلع يخضر بي او اني اتقاذي ومعنديش اهل طبعا يحموني فمش عارفة متوترة عندي احساس كده غريب يعني انت انا مش فهم احساسك يعني انت دلوقتي متجوزة وحسة عدم الامان مع جوزك يعني ايه بعدما يطلع اني يخضر بي يطلع فين هو مسجون يتقول مسجون اه مسمع تكيش اه ليه هيعمل كده مش عارفة هو انت انه في مشاكل بين الاهالي وكده من حد يطلع شوف يا اخت الكريمة شوف يا اخت الكريمة يعني بس الموضوع ما تخليش الشيطان يسيطر عليك المرأة الصالحة هي اللي دايما تقدم الخير دائما وابدا انت الصبرة فانت الحمد لله صابرة طيب انا ينفع عجل الاحساس ده الى ان يكون واقعا حقيقيا لغيت لما فعلا هو يظلمني فهقول ده ظلمني اه ينفع طب هو الراجل دلوقتي محبوس هو في قيد الان فربنا يخرجه بالسلام ان شاء الله لعله وعسى يقول والله زوجتي دي الصبرة زوجتي دي اللي احتملت زوجتي دي اللي صنتني زوجتي دي اللي صانت العشرة فانا حطها فوق راسي مش ممكن يحصل ده طيب ده انا حسى لا اجلي الاحساس ده ده شيطان بيتدخل في المسألة دي ويوسوس في النفس اذا حدث انت بقى من حقك اللي انت تعترضي او تطلوب الطلاق او تقول يا جماعة تعالوا صالحونة او اعوز حقي من ده ده حقك ساعتك لكن دلوقتي ما تخافيش من دلوقتي لان الوسواس هتزيد والشيطان هيتحكم فيكي وهتبقى متوترة ومضطربة دائما وابدا صحيح تطلوب بس ابناء واشكرك يا شيحمد في نهاية الفقرة ربنا يكرم الله يحفظك يا رب بجزاك الله ويمشاهدين نخليكم معينا بعد الفقرة موسيقى رجلنا لكم مرة تانية مشاهدينا على الهام بوشاراتا ووصلنا معاكم لفقرة الخير اليومية برعاية مؤسسة اكرام وطول عمرنا عارفين اننا لما نقول حصن الظن بيكون حصن الظن بالله لكن السؤال هل في حصن الظن بالناس وهل المفروض نحصن الظن بالناس كل الناس ولا في ناس ما ينفعش ان احنا نحصن الظن بيهم وخصوصا في زمننا دلوقتي بيقولوا ان احنا ايه ما تسقش في حد وان الناس بقت وحشة طيب هل نسق ونحصن الظن ولا بلاش ده اللي هنعرفه مع ضفنا الشيخ أحمد عبدالعظيم من علمال أظهر الشريك أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك أستاذ دعاء أهلا بحضرتك حصن الظن بقى ايه هو أصلا حصن الظن؟ نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمن وإله أما بعد حصن الظن هو اللي أمر نبيه ربنا سبحانه وتعالى لما قال في كتابه الكريم يا أيها الذين أمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم الظن معناقي إن أنا أستنتج معلومة عن حضرتك المعلومة دي ما عنديش عليها دليل معلومة قيمة على مجرد تخمين أو استنتاج ممكن حضرتك تعملي حاجة أو تقولي كلمة الكلمة دي تحتمل أكتر من معنى وتحتمل أكتر من احتمال وتحتمل إن وراها عشر نيات مختلفة فحصن الظن معناه إيه؟ معناه إن أنا أفترض دايما الاحتمال بتاع حصن النية إنه لو كانت الكلمة دي متقالة بنية ممكن تكون حسنة وممكن تكون سيئة أفترض في معظم الوقت النية الحسنة بدان فيه الاحتمالين موجودين كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه دايما يقول لا يحل لمسلمين أن يحمل كلمة خرجت من فامي أخي على محمل سيء أو على محمل سوء طالما يجد لها من الخير محملا طول ما فيه احتمال إن تكون طالعة بنية خير ما ينفعش تروح تظن فيه تقول بنظرية المؤامرة بقى ونزل النظارة كده وأبدأ أحلل كل كلمة بتتقال وكل موقف بيتقال لا مش مطلوب كده وبالمناسبة ده مش مطلوب مش عشان علاقتي بالناس بس ده عشان راح تبالي أنا كمان الشخص اللي عيش بنظرية المؤامرة طول الوقت ده شخص عمره ما يعيش مرتاح مش عارف ينام مش عارف يفكر في حياته مش عارف يركز في مستقبله أو يركز في شغله لأنه طول الوقت فلان قال كذا ده كان يقصد كذا فلان وأنا معدي بصلي بصة مش كويسة ده أكيد يقصد كذا فلان أنا قلت له سلام عليكم ما ردش علي ممكن يكون مش سمعني لا لا ده سمعني ومش عارف يقصد كذا دايما فيه افتراضات بالزبط دي أنا بهلك نفسي بهلك أعصابي بهلك نفسي على الفاضي فبالتالي لأ في معظم الأوقات وخلينا مركزين نحن بنقول في معظم الأوقات مش في كل الأوقات نقدم افتراض حسنة ظن من أشهر الأمثلة اللي حصلت على كده في التاريخ الإسلامي والمشاهدين كلهم يعلموا المعلومة دي كويس والقصة دي كويس جدا حدث الإفك اللي حصل مع السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما حصل إنها كانت في إحدى الأصفار في إحدى السفريات مع الرسول صلى الله عليه وسلم وباختصار شديد كده راحت تقضي حاجة لها هو طبيعي القوافل نظام القوافل بتاع زمان على الجمال فبيعودوا أيام طويلة وربما أسابيع وشهور في السفر فلازم كل فترة كده يريحوا في مكان يعسكروا في مكان يعودوا ساعتين تلاتة وبعدين يبدأوا يتحركوا تاني فلما قعدوا بدأت السيدة عائشة تبعد في مكان بعيد شوية تقضي حاجتها وبعدين لما رجعت اكتشفت إن القوافلة اتحركت اتحركت إزاي وهي نقص حد ما تميموش عليه قالوا لأن السيدة عائشة كان لسه وزنها خفيف وكانت محطوطة في الهودج اللي هو حاجة كده مربعة محطوطة فوق الجمل فالراجل اللي بيقوم الجمل ده عشان يمشيه ما قدرش يلاحظ قوي إن الهودج فاضي ولا في حد فبدأوا يتحركوا فبالتالي ما اكتشفوش إن السيدة عائشة مش معهم رجعت فضلت في نفس المكان اللي سابت فيه القوافلة مين اللي موجود لسه واحد من الصحابة الكبار من كبار الصحابة اسمه سيدنا صفوان بن معطر رضي الله عنه وأرضاه ده كانت مهمته إيه في السفرية زي ما العرب كانوا متعودين الرسول عيسى تسامد ده له وظيفة إنه يتأخر حوالي مثلا نص ساعة أو ساعة عن القوافلة بحيث إنه ماشي يتمم وراء القوافلة أو البول حد يتوه ولا حاجة يلحقه حاجة تقع من حد يلاقيها ويجيبها لأنه طبيعي لما وصل بلدي واكتشف إن حاجة تاهد مني في الصحراء هلقاه إزاي بعد كده فكان العرب متعودين على كده فل الرسول عيسى تسامد كله بالمهمة دي في اليوم ده كان سيدنا صفوان بن عطل فجه لقى السيدة عائشة وبعدين وصلها لحد حدود المدينة وبدأت تحصل التفاصيل اللي الناس عارفها تمام إيه رأي حضرتك نشوف دلوقتي أول تقرير في حلقاتنا النهاردة ونرجع نعلق عليه نشوف أول تقرير ومؤسسة إكرام مؤسسة إكرام مؤسسة إكرام مؤسسة متنوعة في الأنشطة هتلاقي عندها توصيل وصلات المية هتلاقي عندها حفرة أبار ارتوازية وحفرة أبار لتجميع مياه الأمطار في مطروح هتلاقي عندها رعاية الأيتام ورعاية الأرامل والمساكين هتلاقي عندها إطعام هتلاقي كل أنواع للصدقات ولكن جاء حالة من الإبداع كده قلنا تب ليه ما يكونش فيه نوع من الصدقة كمان يخدم على كل ده يكون هو السمرة اللي بتصمر لكل الأنواع دي فكاد الفكرة في صك النخيل بدت هذا الإعلان عن مؤسسة إكرام بمشروع وقف النخيل وأنا كنت بتمنى من زمان أن أعاوز أعمل صدقة لولدي رحمه الله وولدتي ثم زوجاتي التي توفت من حوالي عام ونصر الحمد لله اللي إحنا حضرنا الوقف النخيل لأن بصراحة حاجة جميلة جداً وأنا جاء بالنبع عن أختي فتحية عبدالعال لأنها مش قدرة تيجي والحمد لله ربنا يجعله في مزان حسناتنا وربنا يتقبل أنا أشكر من كل قلبي مؤسسة إكرام أنها فكرت في هذا المشروع الخيري الجيد وربنا يوفى كل الناس وتمنى من قلب أن كل الناس يساهموا في هذا المشروع ويعملوا صدقة جارية لأقرب الناس إليهم المحببين إليهم سواء أولاده أو زوجته أو آباءه أو أقرب الناس إليه إنك تزرع نخلة فالنخلة دي تثمر فيكون من ثمرها إنه ممكن تطعم الطعام ممكن توصل وصلة مية ممكن تحفر بير ممكن ترعى أيتام وترعى مساكين فكانت دي الفكرة المسلة في الصدقة وهي دي فكرة الوقف إنك توقف الأصل والأصل ده هو اللي ينفق على الناس وينفق على الفقراء وعلى المساكين وعلى الأيتام شفنا طبعا مع مشاهدين التقرير والوقف النخيل ومؤسسة إكرون نعم كنا بس بنكمل قبل الفقرة كده فكرة حادث الإفك اللي حصل مع السيدة عائشة على أساس إحنا بنكلم عن حسن الظن بالزبط بالزبط فمجرد ما وصلوا على أطراف المدينة بدأ بعض المنافقين يثير شائعة كده ويشكك الناس هو واحد ووحدة كان لوحدهم في الصحراء بيعملوا إيه مع بعض فبدأت تلوك الألسنة بقى الكلام إنه آه ده ممكن يكون حصل بينهم كذا وكذا وكذا لحد ما وصل الكلام لبيت سيدنا أبو أيوب الأنصاري شوفي بقى التعامل بحسن الظن كان إزاي مع الصحابة الكرام سيدنا أبو أيوب أول ما دخل البيت لقى زوجته بتقوله إيه أمه أيوب رضي الله عنهما جميعا بتقوله أسمعت ما يقوله الناس عن عائشة أنت سمعت اللي بتقال عن السيدة عائشة فقال نعم وهو الكذب طب انت جبت منين أنه الكذب وأنت وكنت معاهم يعني إيه اللي ضمنك أنه الكذب فقال كلام منطقي جدا قالها يا أمه أيوب لو كنت مكانها أكنت تفعلين كنت هتغلطي قالت لا قال وعائشة خير منك أنت أنا ما تخيلش لو حد يحلف لي أنك عملت كذا مش هسدق مبالك بواحدة أحسن منك وهي عائشة وهي كمان في رواية تقوله طب وانت لو مكان وكنت عملت كذا قالها لا مستحيل قالت له وصفوان وخير منك وينزل فيهم من كتاب الله سبحانه وتعالى آية لو لا إستمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم مبين يعني مجرد ما أسمع أكدب لا فلان ما يحصلش منه كده طيب الناس لما تسمع كده ممكن يقولوا إيه طيب يبقى معنى كده أن أنا مفترض طول الوقت أفترض حسن الظن بالضبط مع كل الناس في كل المواقف ومع كل الكلام لا العلماء يفرقوا ونركز كده الآية لما قالت قالت إيه قالت يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم بمفهوم المخالفة زي مع علماء الأصول كده فهمونا بادام قال إن بعض الظن إثم يبقى بالمنطق بعض تاني من الظن مش إثم إيه بقى البعض اللي مش إثم قالوا الظن الذي معه قرينة دليل هو القرينة أقل شوية من الدليل أضعف من الدليل اللي هو مش حاجة أقدر أحاكم حد بيها بس أمارة زي ما بنقول بالبلد كده في أمارة تخليني لا أبدأ أشك وأخذ حذري من الموضوع أشهر مثال عليها في القرآن الكريم قصة قميص سيدنا يوسف سيدنا يعقوب لما ولاد سيدنا يعقوب جوله بالدم الكذب على قميص سيدنا يوسف وبص القميص حتى بعض الروايات تقول تقول لهم إن سيدنا يعقوب قال ما أرحم أو ما أعجب هذا الذئب يأكلوا ولدي ويتركوا قميصة أنتوا جابين لي قميص متلطخ بالدم وبتقولوا ده الديب كله الديب يعني ألعوا الضرار كده وقلعوا الجلبية وحطها لجنب وبعدين بدأ يأكل فيه مفيش خدش في الجلبية فدي قارينة تدل إن الكلام اللي بتقال مش مظبوط فلذلك قال إيه بل سولت لكم أنفسكم أمرا أقدر أقول ساعتا أن سيدنا يعقوب افترض سوء الظن لا أقول إنه كان فيه قارينة تؤدي إن أنا لازم أشك في نية اللي قدامي أو في الموقف اللي قدامي عمله أو الكلمة اللي قال صح طيب نشوف كمان تقرير تاني ووقف النخيل ومؤسسة إكرم أعملنا صدقة حلوة وحاجة جميلة وودينا تمتعنا وحاجة جميلة قوي واللي عاوز يعمل يعمل حاجة لله للوجه الله وهو عايش قبل ما يموت يعمل حاجة ليه صراحة مؤسسة محترمة وإحنا شوفنا المؤسسة كلها عن طريل الشاشات وربنا يجعلها في مزال حسناتكم إن شاء الله وفي مزال حسناتنا كلنا أبواني الله إن شاء الله رب النخلة بقولك حلوة على الرسول يعني بزراء حاجة تعود لنا لنا والعيالي للزمن يعني الحاجة شافت الإعلان بسط بي جداً وشافته قالت لها حنبادر وإحنا إن شاء الله بعد ما جينا وشوفنا الأرض الواقع برضو كده حنبادر إحنا كمان إن شاء الله نتصلنا وجلنا المندوب والفي النصيب خاده وعملناها إن شاء الله بالخير سابقين بالخير سابقين لأن السابق هو اللي قال عنه ربنا سبحانه وتعالى السابقون 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 دول حابين إن إحنا نبقى منهم حابين نزحمهم كتف بكتف على باب الجنة يوم الإيامة أمام ربنا سبحانه وتعالى بالخير اللي بنعمله بالخير اللي بنسبق ليه ونسبق ليه غيرنا الخير اللي إحنا بنكون أول ناس بتدق على بابه قبل غيرنا فناخد سواب الخير اللي بنعمله ومعاه ناخد سواب دلالة غيرنا على الخير بعمل والله الخير عشان ربنا كل ده اللي بنعمله عشان خاطر ربنا يرضى علينا بس أولا حقيقة إحنا في الوقت ده إحنا فعلا في حاجات كتيرة بفاها نصب بجد بس إحنا جينا وشوفنا أرض الواقع وزرعنا الحاجة بأيدينا يعني لو أحد لو شوف أي حد فعلا بجد يشجعه أنه ييجي ومسادة أكرام بس إحنا محترمة جدا وأنا نفسي حاجة تاني إن شاء الله يعني يدعالها يا ربي إيه صدقة مقبولة عند ربنا أنا بشكر مسادة أكرام جدا جدا بجد يعني مس إحنا محترمة وربنا جعلها فمزح حسناتهم على الحاجات الكويسة اللي هم عملوها دي جدا فرحانة هاوي لكني طالع الحج والله أنا فرحانة ونفسي أعمل أكتر كمان ربنا يساء ونعمل أكتر ده الواحد سعيد جدا والله يعني الفرحة ما تتصورش قد دي يعني شوفنا فرحة الناس وفعلا الواحد لما بيطلع الصدقة دايما بنقول ممكن بيفرح أكتر من اللي أخد كمان صحيح لأنه إحنا دايما بنتكلم على الطرفين بتوع الصدقة اللي هو المتبرع والمستفيد لو ركزنا فيها هنلاقي المستفيد الحقيقي هو المتبرع لأنه المستفيد الدنيوي اللي احنا بنتكلم عليه هو استفاد في الدنيا استفاد بحاجة مادية مؤقتة مهما كان وقتها ومهما كانت استمراريتها في الآخر هي في الحدود الدنيوية لكن المتبرع ده هو اللي إنجاز التعبير زي ما بحب نقول عنه دايما كده حوش رصيد في البنك الإلهي حوش عند ربنا سبحانه وتعالى فهو المستفيد الأكبر لتنين مستفيدين آه بس المتبرع هو المستفيد الأكبر وبالمناسبة دي أنا جاي لحضرك النهاردة والجمهور بيت دعاء برسالتين الرسالة الأولى إن إحنا ما زلنا محتاجين دعم حضراتكم ودعم جمهور بيت دعاء في إكمال مشروع وقف النخيل ومنذكر الناس تاني تكلفة النخلة بالكامل بكل المجتملات بتاعتها بزرعيتها وبرعياتها هي خمس تلاف جنيه بالزبط الرسالة التانية إن إحنا بنشكر حضرتك وبنشكر البرنامج وبنشكر جمهور البرنامج إنه ما شاء الله ردود الأفعال والتبرعات والإقبال عليها كان أكبر من توقعاتنا مازال الناس فيها الخير مازال جمهور بيت دعاء وغير جمهور بيت دعاء الناس فيها الخير بمناسبة إن إحنا كنا بنتكلم عن حصن الظن بالناس كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم اللي يقول خلاص ما فيش فايدة والناس الدنيا خربت والناس ما بقاش فيها خير يبقى هو أوحش من اللي هو بيتكلم عليهم لا دايما فيه خير وجمهور البرنامج أثبت لنا عمليا إن إحنا أمه مازال فيها الخير فيها وفي أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيام الحمد لله وربنا يبارك في كل اللي بيطلع فلوسه لله وربنا يقدرهم ويقدركم دايما على عمل الخير بشكر حضرتك في نهاية فقراتنا شكرا لحضرتك ومشاهدين هخليكم معينا بعد الواصل وصلنا معكم مشاهدين لفقرتنا الطبية وضفنا أستاذ دكتور حازم ياسين أستاذ طب وجرحت العيون بالأسر العيني جماعة القاهرة وهنتكلم عن موضوعات كتير بتشغل بالنا عن أغلى حاجة نملكها في جسمنا وهي العين أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً سيدس دعائي إزاي حررتك نورتنا في بيت دعائي أنا دايما ببسعيد لما أكون مع حررتك بطارة حررتك من قناة القناة من قناة القناة أي قناة لازم طبع حررتك تكون معي فيها وتنور من كدائي دكتور حازم طبعاً أنا يعني نفتي نعب كتير مع وعد عشان عندي أسئلة كتير لكن أنا ممكن أبدأ أسأل حضرتك يعني من أكتر الحاجات اللي بتشغل بالنا عمليات الليزر وإصلاح البصر اسمها كده صح؟ إصلاح البصر تصحيح البصر بالليزر تمام العمليات دي بتشغل بالنا جداً تمام هو طبعاً يعني أصبحت العماد دي منتشرة نتيجة لتطور العلمي اللي موجود فيها إحنا مهمة قوي إن إحنا نبين للأهالي لأنه دايماً بيبقى السن اللي هو بتاع 18-19-20 هما اللي عايزين يروحوا يعملوا العمليات دي فطبعاً الأهالي هما اللي بيبقوا مسؤولين عنهم شوية فبيبوا خايفين آه في شروط معاناة واجب توفرها نمرت واحد سبات قصر النظر أو طول النظر أو الاستجماتيزم عند درجة محددة بحيث إنه آخر مقاسين ثلاثة نظارة في كم زيارة اللي فاتوا سابت أي أن كان سنه بقى هو فوق سنة 18 بس لازم يكون مقاس النظارة سابت كمان بتتعامل فحوصات معينة نطمم بيها على سمك القرنية وهي الجزء المسؤول عن إصلاح يوب الإبصار بالليزر في أغلب الحالات لما بيكون درجات معينة كمان التحدب بتاع القرنية وسمكها بيؤدي إلى أن احنا ممكن نختار نوع معين من أنواع العمليات بتاعة إصلاح يوب الإبصار يعني مثلا على سبيل المثال في درجات معينة ما ينفعش إصلاح يوب الإبصار فيها يبقى عن طريق قرنية ليجي عن طريق بقى زرع عدسات داخل العين فبعض الأحيان حتى أهالي المرضى يتخضوا جدا أنا هعمل عملية زرع عدسة ومنطمنه نقوله والله كل عين وليها ما يناسبها فيه عين هينفع لها إصلاح يوب إبصار عن طريق الليزر على سطح القرنية فيه عين تانية هينفع لها أن احنا نزرع عدسات فيه عين تالتة مش هينفع لها لده ولا ده لما نعمل الفحوصات اللي يجب أن احنا نعملها ونشوف إيه المناسب للعين دي على أساس أن احنا في الآخر مش بنعالج عين مريضة إحنا ولا هو علاج ده هو وسيلة للاستغناء عن النضارة والعدسة اللاسقة إلى آخرة في كل ده لازم أتطمن أنه الشخص مش بحب أسميه مريض لأنه هو مش مريض الشخص اللي هيقوم بعملية إصلاح يوب الإبصار أو اللي هيجرى له عملية إصلاح يوب الإبصار بالليزر ما عندوش جفاف شديد ما عندوش أمراض مناعية معينة زي الروماتويد أو الزيب الحمرة إلى آخرة كمان خدي بالحارتك أنه في السن ده بتكثر بعض المشاكل الجلدية اللي هي في الأساس حب شباب منتشر قوي في السن ده الناس اللي رايحين يعملوا العملية دي في منتجات معينة أو أدوية طبية بتوصف للناس اللي عندهم حب الشباب في هذه المرحلة السنية تتعارض شكلاً وموضوعاً مع إجراء عملية الليزر أو الليسك في الوقت ده معلومة دي أنا بقولها الدواء ده هو معروف اللي هو بتاع الحبوب حبوب الشباب بينشف الجسم كمان بينشف الميت اللي هي آه دي معلومة مهمة جداً أنا ليه بقولها؟ لأنه اكتشفت أنه جزء كبير من بعض الدكاتلة المبتدئين لسه الصغارين في السن ما عندوش المعلومة دي فما بيسألش المريض عليها ودي مهمة والمريض معتبر أنه طب إيه دخل الجلد بالعين بالضبط فالنهار ده من برنامج بتحردك لأنه ليه جمهور مشاهدين كبير لازم المريض أو الشخص اللي جاي يعمل عملية الليزر يقول للطبيب بتاعه على فكرة أنا باستخدم دواء جلدية أيها والأطباء الصغيرين اللي داخلين يعملوا العملية بتاعت الليزر اللي فيهم ما يعرفش لا يسأل المريض لو ما قالوش هو أنت بتستخدم أدوية للجلدية؟ ولا لا هل فيه عندك أي أمراض مناعية ممكن تؤدي إلى حدوث جفاف شديد؟ لأنه من ضمن الأشياء اللي احنا بنعتبرها الأثار الجانبية بتاع عملية الليسك بالذات أو الليزر السطحي حدوث جفاف لفترة تتراوح من صغيرة أو قصيرة لطويلة عند بعض الأشخاص فإذا هنا لازم نتكلم مع المريض بتاعنا في القصة دي تمام؟ موضوع جفاف العين موضوع جفاف العين حاجة من الحاجات اللي لازم نتنقش فيها مع المريض بتاعنا ونتطم أنه هو ما عندوش جفاف زيادة قبل العملية بحب أقوي أتكلم مع المريض بتاعي في أنه في بعض الأحيان بالليل بالذات في القيادة الليلية أنه بيظهر زي هلات حواليه مصادر الإضاءة أغلب الوقت 99% المصادر الإضاءة دي بتدي الهلات بتختفي يمكن هنا ده عملية سيزة دعاء بنسميها الفامتو سمايل الفامتو سمايل هو أحدث تكنولوجي بيتعمل لإصلاح حيوب الإبصار معتمد على إيه الفامتو سمايل ده؟ معتمد على أنه الليزر اللي بيستخدم بيزيل قصر النظر دي شكل القطع بتاع الليزر يعني ده كده العملية؟ آه دي العملية نفسها فلما تيجي حارك تشوفي العملية نفسها هتكتشفين العملية تقريبا السطح الخارجي بتاع القرانية ما بيتلمسش ما فيش طبقة سطحية يمكن الناس اللي بيعملوا عمقات ليسك قبل كده بيبقى فيه حاجة اسمها طبقة السطحية طبقة السطحية دي هي شريحة رفيعة جدا من نسيج القرانية بتترفع زي مثلا كبوت العربية أنا هستخدم مصطلحات بسيطة عشان الشخص المتفرج العادي يفهم الطبقة السطحية البسيطة دي بتترفع وينزل الليزر العمق الخارجي على فكرة لو بصيتي هتلاقي الدنيا سهلة جدا اللي بيلمس العين دوات حاجة بتشيل طبقة رفيعة جدا أقل من عش مايكرون عش ميلي أقل من عش ميلي هو دي ايه المياه البيضاء ولا دي يمزك ولا دي ايه لا لا دي عملية من عمليات إصلاح يوب الإبصار اسمها الفامتو سمايل دي أحدث عملية من عمليات إصلاح يوب الإبصار اسمها الفامتو سمايل بصي حارتك من غير ما تخافي الحارتك الشايفاء دوات مكبر جامد كبير جدا يعني حجم العين قد إيه لا هو حجم العين مش في الطبيعة كده بس هو مكبر في المايكروسكوب هتكتشف يا حارتك أنه اللي بيتشال من النسيج القرنية ما يزيدش عن ميت مايكرون ميت مايكرون دوات يعني حاجة مثلا زي عش ميلي ولا حاجة يعني زي عش ميلي بس الفكرة بقى في الفامتو سمايل يمكن التكنولوجي اللي احنا بنقارده النهار ده من خلال برنامج حارتك أنه المريض مفيش مشاكل أنه يدعك في عينه مفيش مشكلة أنه المية تخش جوه عنيه في عمليات التقليدية بتاعة إصلاحة يوب اللي بصار بنقول له اوعى المية تخش جوه عينك اوعى تدعك عينك لمدة اسبوعين ثلاثة لحسن يحصل أنه الطبقة السطحية دي تتكرمش فتصاب بمشاكل كبيرة فزي ما احنا شايفين التكنولوجي والعلم خلى العملية أبسط من البساطة كمان تحتوي على معامل أمان عالي ليه؟ هنفترض أن المريض دوت أو الشخص ده متوتر عصبيا لمرحلة أنه هو بيتحرك كتير تحت جهاز الليزر دكتور احنا كلنا متوترين على طول هدي بل حارتك أنه الشخص اللي داخل يعمل العملية بيبقى متوتر شوية لأنه خايف من الألم وما فيش بنج يعني؟ طبعا فيه مخدر سطحي بس قصدي قصدي مش كامل مفيش ألم خالص مفيش أي نوع من أنواع المعاناة الموضوع كله بياخد له حوالي 25 ل35 ثانية لو لا قدر الله المريض يتحرك تحت الليزر لأي سبب متوتر حاول يقف العينه هم براسه يمين أو الشمال مفيش أي مشكلة أكتر من العملية هتتأجل كام يوم أسبوع وبس لكن نتيجة للتكنولوجي العالي العالي ده بتاع الفيمة اسمايل كأن العين ما تلمستش هاي فأنت عندك الأمور آمنة لدرجة عالية بدون أي ألم مفيش مشاكل بعد العملية من ناحية أن أنت تدعك فانيك من ناحية أن مية الحنفية تخش جوالين لأن الحقيقة كان فيه مشاكل بتحصل كتير لو الطبقة السطحية اتكرمشت بعد الليزر يحصل مشكلة المية بتاعت الحنفية نتيجة لأنها ممكن يكون فيها بعض الفطريات الفطريات دي لو دخلت على مكان العملية كان ممكن يحصل تلوثات أو كلام زي كده فالتكنولوجي ده يمكن أنا بقوله من خبار تطور كبير اه جدا الحقيقة الفيمة اسمايل أعتقد أنه قفز بالعملية قفزات يعني تاريخية الحقيقة طب دكتور برضو موضوع مهم جدا بيشغل بالناس كتير مشكلة المية البيضة في العين برضو بقى فيها تطور كده في العمليات الحقيقة المية البيضة يعني من الحاجات يعني يمكن لما اتعمل مثلا زي إحصائيات اتلاعى أنه المية البيضة هي دي العمليات بتاعت المية البيضة كل ايه بقى فكرة المية البيضة بيك المية البيضة هي العدسة بتاعت العين مكونة من ألياف بروتينية شفافة امين فبتخلي الضوء ينفذ إلى داخل العين بس النتيجة لأنها عدسة فالعدسة دي بتعمل على تركيز الضوء على الشبكية بصورة واضحة امين اذا حصل تعطم في هذه الألياف البروتينية اصبح الضوء غير قادر على النفاذ وبالتالي تصبح الصورة غيمة بيقولك مش قادر أشوف كويس زمان كنا بنقول المريض بتاعنا استنى على المية البيضة لما تستوي كويس كده لأنك بتشلب الجراح بدل فتحات الصغيرة اللي حارتك شايفها دي وكلها فتحات ذاتية الغلق لا نلاقي أنه العين دوت نستنى عليه لغاية ما يبقى مش شايف ايده وبقى نعمل عملية بالجراحة فنفتح فتحات كبيرة وبعدين نطلع على المية البيضة برة وناخد غرز في العين ونخليه مصطلقي على ظهره في العين بشاشة وكلام زي كده لما الدنيا اتغيرت زي ما حالك شايفها في الفيديو اللي احنا بنعرضه دوت بقينا بيقولي المريض بتاعنا العكس كل ما تعمل المية البيضة بدري كل ما يبقى أحسن حقيقة أنا ليا عتاب على الأجيال الصعيدة شوية إنه بقى المريض بيتقله الدكاترة يعني؟ المريض بقى يتقله انت عندك مية بيضة لازم تخش تشيلها بكرة الصبح صحيح أنا بقولي المريض بتاعي يعمل المية البيضة بدري بس ما يكون أثرت على حدة الإبصار يعني بعض الناس ممكن يكون عنده بوادر مية بيضة لكن ما أثرتش على حدة الإبصار قدت بس إلى تغيير مقاس الندارة إذا كان ما عندوش أعراض ما فيش داعي أن أنا وطر المريض بتاعي بلاش إن أنا أقول المريض بتاعي خد بالك لو ما شلتش المية البيضة هتقلب مية زرق ده ما بيحصلش ما بيحدوش إلا في أحوال نادرة جدا لما المية البيضة تتساب سنين وسنين وفي أنواع نادرة من المية البيضة يعني مش كل مية بيضة هتتساب فترة طويلة هتقلب بمية زرق فما فيش داعي نحن نقنن هذه المعلومة ونقولها لكل مريض ابتدأ يبقى عنده بوادر مية بيضة آه نقول للمريض بتاعي أنا عندك بوادر مية بيضة إذا مأثر على حدة الإبصار بتاعتك نعمل المية البيضة إذا مش مأثرها يبقى تعالينا كل ستة شهر عشان نشوف الأخبار عاملة إزاي أنا ده يعني رسالة كمان بوجهها ليه نحن شخصيا ليه نحن شخصيا يعني بانتقد نفسي في بعض الأحيان لما أقول المريض بتاعي أنت عندك مية بيضة دي العدسات المتعددة البقرة عدسات المتعددة البقرة دي لو حالي شايفة أن فيه زي دواير موجودة جوه العدسة بحيث أن كل دايرة من دولة تديلك مسافة محددة وبالتالي المريض اللي عنده عملية المية البيضة يزرع العدسات المتعددة البقرة فيستغنى عن الندار يعني دي العدسات بتتزرع دي العدسات اللي بتتزرع مكان المية البيضة اللي تشالت دكتور دلوقتي الواحد كل ما بيكبر في السن مش بيشوف من قريب كده أنا مش شايفة كويس لازم أبعد شوي أول بس إيه في الإراية نظارة إراية ما فيش بقى أي حاجات سريعة ليزك سريح خلينا نقول برضو عشان نطمن جمهور الناس أنه اللي بيحدث بعد سن الاربعين أنه العدسة البولورية اللي هي جهة فيها المياه البيضة دي بتفقد المرونة بتاعتها فتبقى غير قادرة على عمل ما يطلق عليه الأوتوفوكس يعني إيه الأوتوفوكس أنه بيحصل تكيف على حسب مسافة من عناية بالقرب أو البعد فالعدسة نفسها بتغير حجمها على حسب عايز تعمل فوكس على إيه بعد سن الاربعين الفوكس دوت بيضعف وبالتالي يبتدي الشخص يصاب بطول نظر فيسيولوجي يعني إيه فيسيولوجي يعني ما فيوش أي نوع من أنواع الأمراض كل الناس اللي بعد سن الاربعين هيحصل لهم ده بس بدرجات متفاوتة تمام كده فابتدى يتقال أنه خلاص من زمان احنا عارفين أنه فيه حاجة يطلق عليها النظارات القراءة ما بعد سن الاربعين الحقيقة نتيجة لأنه اجتماعيا بتكشف سنك فبعض الناس مش بيبقى بالنسبة له بيبقى علامة من علامات العجز أو الشيخوخ أو كده تتبقى بالنسبة له عبء نفسي الحاجة التانية أنه هي زمان كنت بتقال عليها نظارة القراءة منذ أن غزى الموبايل والمحمول حياتنا وأصبح هو وسيلة لكل شيء تقرأ رسائل تبص على الكمبيوتر تقرأ كتاب إذن أنت أصبحت النهاردة عايز تحط النظارة دي على وشك عشان تقدر تشوف الموبايل بتاعك طول الوقت فالتدى يبقى فيه حلول جذرية تبتدي بإيه بالعدسات اللصقة متعددة البقرة وتنتهي بالعمليات اللي بيبقى فيها زرع عدسات متعددة البقرة جوة العين يعني ليه عملية ليه عملية دي حاجة كويسة لازم نتكلم فيها بعدك بالتفصيل أنا هتكلم معك فيها بالتفصيل يا دكتور شاء الله بإذن الله بشكرك جدا يا دكتور ونورتنا وشرفتنا أنا اللي سعدت والله خالص مشكر جدا شكرا يا دكتور ومشاهدين أنا بشكركم وهسبكم مع تقرير ونختم بيه حلقتنا النهاردة وشركة بروك للتطوير العقاري بتعاون مع شركة تروجين نظمت حفلة بمناسبة تدشين مشروعها التاني سينتو بالعاصمة الإدارية الجديدة بحي المال والأعمال والحفلة كان من تنظيم سترايك ميديا تعالوا نشوفه في التقرير النهاردة بنحتفل بتدشين مشروع سينتو ده تاني مشروع لنا في العاصمة الإدارية الجديدة السنة اللي فاتت الحمد لله احتفلنا بتدشين سبارك كابتال إنسايت عن نهر الأخضر وأمام البرج الأيقوني النهاردة بنحتفل بخروج سينتو لسوق المبيعات وبداية العمل فيه مشروع متميز فيه كل المواصفات اللي تناسب الشركات المالتيناشنال والشركات المصرية اللي ممكن تفتح في حي مهم زي الحي الحكومي فالحمد لله مشروع مميز وإن شاء الله انطلاقة جديدة تانية البروخ في مزيد إن شاء الله من الشغل والمشروعات الجديدة اللي هنعملها في العاصمة إن شاء الله في خيرة جديدة إحنا الشركة بنعمل الأسات منجمنت للعقار من داي ون ما بنيستناش لغيت لما يتبني ويخلص وبعدين نعملوا ممتازل الأسات منجمنت لأ إحنا بنعمل من داي ون يعني داي ون يعني نبص على تزاين بنبص على كونستراكشن بنبص على كل حاجة تفاصيل العميدة والتشتبات الداخلية والتشتبات الخارجية واللينا دور فيها لكي يأتي الاسد مانيجمنت اللي يعملوا الاسد مانيجمنت يبقى كل حاجة فيه متسابطة الحمد لله بنشرف باننا كنا موجودين مع شركة بروك وشركة روجان النهاردة بتدشين مشروعهم الواعد مشروع سينتو بالحي المالي المشروع ده من المشروعات المميزة جداً اللي فيها نقاط مختلفة تماماً عن مشروعات كتيرة موجودة في السور العقاري حالياً إنها أولاً فيها كريديبوليتي عالية جداً المشروع مستخرج للرخص البناء بتاعته وكل الترخيص الخاصة به للبيع دي نقطة مهمة جداً النقطة التانية تقفت النضرة في مشروع زي ده في حي نادر زي الحي المالي كل العلامات الموجودة في هذا الحي هي علامات لأنت تتكرر مرة أخرى في الجمهورية جديدة كان فيه حضور كويس جداً من كبار رجال الأعمال وأعضاء مجل الشعب ما شاء الله كان النهاردة منوارنا أسماء كبيرة جداً المهندس يوسر المغازي والأساس مصطفى بكري والأساس محمد بكري الناس كتير جداً النهاردة كانت موجودة معنا والحفلة الحمد لله كان فيها يعني باقم الفنانين يعني الأساس تامر عشور طبعاً وحمد أهلال كانوا عاملين يعني جو لطيف جداً مع الناس وتفاعل حلو اشتركوا في القناة